من المقرر أن تقام الدورة السابعة من معرض الصين الدولي للاستيرات في شانخاي في الفترة من الخامس إلى العاشر من نوفمبر وقد دخلت الاستعدادات للمعرض المرحلة الأخيرة حيث وصل إلى شانخاي بسلاسة أول قطار شحن صيني أوروبي هذا العام تحت اسم جينبوة وهو الاسم الصيني المختصر للمعرض ويخدم هذا القطار بشكل أساسي عملية نقل البضائع للمعرض وتشمل مستحضرات التجميل والآلات والمعدات وقد غادر من دويستبورغ الألمانية ودخل الصين عبر ميناء لشانكوا الداخلي في شنجان وتستغرق الرحلة التي تتجاوز مسافتها أحد عشر ألف كيلو متر واحدا وعشرين يوما وحمل القطار على متنه ستا وسبعين حاوية من البضائع قيمتها نحو مائة مليون يوان وجدير بالذكر أنه لمدة أربع سنوات متتالية جرى نقل البضائع المشاركة في المعرض إلى شانخاي بواسطة قطار الشحن الصيني الأوروبي